موسيقى وهس نروح إلى المنصة الخاصة بالأداء الخاصة بالكابشنينج هنا يعرض لك الفيديو هذا الفيديو أنت تقدر أن تشغله وتسمع وتكتب مباشرة في هذا المستطيل حسب المعايير والقايد لايينز اللي قرأناها قبل شوية واللي تم اختبارنا بيها كابشن ديست فيديو هنا هذا فيديو اختبار هذا تسوي لكابشن ودزا سبمت لهم ويراجعونه يعني يراجعونه هم يعني واحد شخص يراجعه يتحقق من عنده يعني الموضوع مو اوتماتيكلي الموضوع مو انه المنصة يتراجع لا شخص يراجعه ويشوف انه انت فعلا طبقت المعايير وفعلا انه انت تصلح تعمل ككابشنر او لا فلا تسوي لكابشن هذا الفيديو يستخدم داش عندما تستخدم تسوي لكابشنر من نتكمل انه الكابشنينج يعني انه تقدر تدو سبمت طبعا هنا نتايب بالبداية احنا نكتب بدون انه مزامنه وبعد ذلك اروح على سينك اللي هي انه نزامن اللي كتبنا مع الكلام اللي نسمعه وبعد ذلك نضغط على سبمت فالعملية ما رح يطول شرحه هذي العملية انت تخوضها لوحدك كل شخص يطلع عليه فيديو خاص به وفيديو مختلف وبالتالي كل شخص هو رح يمر بهاي التجربة بشكل مستقل فنقدر مثلا شغل الفيديو انا قلقا اشعروا بشكل مستقل كنتيهو بشكل مستقل كنتيهو بشكل مستقل كنتم يشتريون عن طبعا يشتريون التجربة تنظر لتستخدام التجربة من السدس 126 أنا أميشتر في مستقل أميشتر في مستقل شكرا لكم شكرا لكم ماهي شهرة 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 من المنزل رحيانات بالمناسبة هذا الفيديو اللي يطلع لي هسه هو طلع لي سابقا أو طلع له أحد آخر سابقا فأعتقد أنه هو نفس الفيديو اللي يطلع لكل شخص استمعنا هسه للفيديو فهسه نقدر نكتب اللي ممكن أن نسمعه فنشغل ونتوقف كل فترة قل采ني نشغل من جديد. قلتا نكتب الى هنا من جديد قولي نشغل من جديد قلتا نكتب الى هنا من جديد قلتا نكتب الى هنا من جديد صار خط أخضر فهنا معناه أنا ضمن الحدود Orbiter Processing Facility هنا الخط هذا تحول إلى أصفر معناها أنا اقتربت من الحد المفروض ما يتحول أحمر فإذا كتبت بعد تحول إلى أحمر فبالتالي أمسح حتى أنه أبقى ضمن الرينج ما للأصفر أو الأخضر فهو قال قال خليني نسمعه من جديد I recently visited Kennedy's Orbiter Processing Facility I recently visited Kennedy's Orbiter Processing Facility لاحظ هنا أنا هسا اللي كتبته أولا حاولت أنه تكون اللغة سليمة مثل ما قال الصحيح يعني مثلا حرف I capital Kennedy اسم معرف و Orbiter Processing Facility هذه هنا الحروف لازم تكون capital بدايتها لأن هذه عبارة عن تسمية مكان فإذا أضغط Enter هنا هدا صارت جملة هسا أعيد أكتب الجملة الثانية هنا نكتب قال هو where to find out how a highly skilled team يمكن قال team هاني نسمع من جديد how a highly skilled team of shuttle technicians team of shuttle technicians هناني راد أنه تستمع بصورة جيدة هو قال هنالعبارة هاي shuttle مو shell فنسمعها من جديد how a highly skilled team of shuttle technicians هنالعبارة هاي فهنانه ها تمام مضبوطة وتوقفنا هنا في مكان مضبوط لأنه هو توقف نسمع هنالعبارة هنالعبارة هاي أخذ نفس هنالعبارة هاي مكان جيد للتوقف فبالتالي هنالعبارة هاي نعتبرها جملة كاملة ونضغط Enter هنالعبارة هاي بالمناسبة هاي تكتب وتنتبقى ضمن حدود المستطيل الأصفر أقصى شيء الأصفر وتتوقف وتحافظ على البنكتشويشن تحافظ على القواعد تحافظ على كل القاعدة التي قالوها فنستمع من جديد فنستمع من جديد فنستمع من جديد كرمين كورو هنا هنا كلمة endeavor أو endeavor يعني أو أو حسب المصطلح باللغة حسب اللهجة الأمريكية أو اللهجة البريطانية فاشقال هو هلنا نرجع بعض الهاتف لتنظر الاندهور لSTS 126 لSTS 126 خلاص ما دام احنا باللون الاصفر ونضغط بالمناسبة اذا طبع لك هذا الفيديو احيانا انت تلقي هذه المقابلات او احيانا تلقي الفيديوات موجود عن نت موجود السكر بتمالتها عن نت من حسن الحظ هذا الفيديو بالذات سبحان الله انا بحثت بالجوجل ولقيت هذه المقابلة وهذا النصمة للفيديو كامل مكتوب في موقع ناسا موجود بس كتبت STS 126 طبع لي هذا النصمة للفيديو كله يعني هس اذا نبحث هو اشغال مننا انا نبدي قصة على قصة الفيديو قصة على قصة الفيديو قصة على جهازة تقل قد تلقي الفيديو ويعني أنه نصل إلى مرحلة الثينكينج بعد أن نكملنا وضبطنا كل هذي الجمل لازم أنه تضبطها بطريقة تحافظ بيها على البرتشويشين تحافظ بيها على القايدلاينز اللي نطوكيها وتحافظ بيها على حدود الستين حرف اللي نطوكيها فراح أكمل آنا هذا الفيديو ومن أوصل إلى آخر مراحلة ننتقل إلى الثينكينج هسه كملت آني الكابشنينج والتايبينج قسمته بهيتي بحيث جمل بحيث أنه كل جملة ما تتعدل ستين حرف وبالمناسبة ما تعبت بي جبته كل منه كل من هذا السكريبت هذا الفيديو كل هذا السكريبت ما تكن لحنانا في هذا الجزء المضلل راح أضع أيضا رابط هذا السكريبت في خانة الوصف تحت اللي يحب إذا يطلع لهذا الفيديو وممكن أنت كثير من الفيديوهات تلقى السكريبت ما لتها موجود عن نت يعني ممكن أن يساعدك هذا الشي حتى أنه تشيك اللي السمعة هل هو صحيح أو لا هسه خلصنا هذي عمليات الكتابة هسه نيجي إلى السكينج مزامنة هذي الكتابة مع الكلام فاروح إلى السكينج وحنانا يقول إنه إذا يعني تريد تسوي السك هاذا التايم لايين طبعا وإذا تريد تسوي السك فتضغط على زر الـ Up بلوحة المفاتيح تقوم بلوحة المفاتيح تقوم بلوحة المفاتيح وعندك إنت 29 كابشن تقوم بلوحة المفاتيح وعندك إنت 29 كابشن هنا هنا 29 جملة فطبعا إذا عدنا مثلا نضغط على سايف كل فترة إنه نقدر نسوي بها كابشن فهسه إحنا نبدأ نشغل ومن وصل لبلاية الكلام أسلا نضغط على سينك على زر الأعلام اللوحة المفاتيح فنضغط لا خلي نرجع كل شي من البداية خلي انشيك هل هو ظهر هذا الكلام يقول حتى إنه تجر هذي يعني هذا الكابشن يمينا أو يسارا على التايم لايين يعني تقدمها أو تأخرها فتقدر تضغط على أزغار اليمين وليسار من الوحة المفاتيح وتقدر بالماوس أنه السحبة فهسه خلي نجرب تضغط أيضا إذا شفت شفت إنه يخليك تنتقل بمسافات أقل إذا تضغط شفت وزر اليمين أو اليسار من الوحة المفاتيح خليك تنتقل بمسافات أقل حتى إنه إزا منها بصورة صحيحة خلي نجرب هسه راح نشوف هنانه هلي يظهر بالضبط عندما يتكلم له لا ظهر بالضبط بالمكان فهنانه هسه هو قال هنا تفاينده هنانه هذي ونضغط على زر الأب أيضا حتى ننطي نحن ننطي الجملة الثانية فهن خليها هنانه هسه ننطي الكلمة الثانية هسه ننطي الكلمة الثانية خلي ننص لها يعني مسألة ضبط هي استماع وضبط هسه تماما مضبط بداية بتلكلم من انا بداية بالتكلم فهن خليها النجار السهم الأعلى خليام حتى ننطي الجملة التالية خلي ن injuries بعيد ولكن الك��은 كل Vil burada لقد فعر فواسك south تمام هنا اقال مع كن يعني الجملة التالية هنا انا نلاحظ انه اكو عبارة اللي هي التعريف بالمتحدث ظهرت في lower third فبالتالي انا حتى انه ما اغطي على هذه العبارة على اسمه يجب انه ارفع الكابشن الى على الاقل الى المد third هنا فاشا سوي اضغط على علامة هذا الخط الشارح خط المائل حتى يصعد التكست الى ال other third في مكان هنا حتى ما يغطي على التكست اللي موجود هنا هسا بعد انه سوينا سينكينج لكل هذي العبارات اذا حب نرجع نشغل الفيديو من جديد حتى نتأكد من عمليات السينكينج ومن كل شي تمام خلين نتابع الفيديو من جديد اغطي على المكتبات اجتب اخبر افريق انه اجهز 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 اهز I recently visited Kennedy's Orbiter Processing Facility to find out how a highly skilled team of shuttle technicians spent the past few months preparing Endeavor for STS-126. I'm here inside the Orbiter Processing Facility with Ken Tenbush, NASA Flow Director here at the Kennedy Space Center. Hey, Ken. Nice to see you today. Nice to meet you. Ken, can you tell us what exactly is Shuttle Flow? Shuttle Flow is taking that vehicle from the time that it has landed, it's rolled over here to the Orbiter Processing Facility and all the processing here along with the external tank processing that's happening at the same time over in the Vehicle Assembly Building and then the Solid Rocket Booster Processing that's going on as well, the stacking and getting that all ready and checked out and then bringing all of those components together in one overall integrated shuttle vehicle. And then once you're at that point, you do a check out in the Vehicle Assembly Building, roll that out to the pad, do all the check out there, load the vehicle, get it ready for flight and then you're basically a processing flow from start to finish from that landing all the way on through to launch. is if we need to remove the agreement, so that the entire item is over to launch, Alright, so we're getting ready for that. So now we're working on type and sync. We're getting ready for the next one. So, let's go to submit. Here we're going to submit from our server. Almost done. So, erm, we'll read it. Please carefully review the service agreement. And we say, I agree. طبعاً تقراها تخلي هذا المؤشر يوصل الأخير وتقل له I agree و Submit الآن أنت أكملت كل الخطوات اللي واجب عليك اتباعها حتى أنه تقدم لهذه الوظيفة Thank you for taking the time to complete the process We will review your submission as soon as possible تقريباً أن الإجابة ستكون خلال 48 ساعة أو 72 ساعة خلال ثلاثة أيام فتنتظر على الإيميل توصل لك رسالة من عدهم أنه أنت approved أو not approved أنه أنت انقبلت أو ما انقبلت تشيك إيميلك وحاول أيضاً إذا لم تجد رسالة بالإيميل بعد ثلاثة أيام دور على تلقاها بالspam أو junk mail اللي موجود بإيميلك الفولدر اللي موجود بإيميلك هذا كل الشرح اللي واجب عليك اتباعها وكل الخطوات اللي واجب عليك اتباعها للتقديم لهذه الوظيفة شكراً لحسن مشاهدتكم واستماعكم ونلتقيكم إن شاء الله في مجالات أخرى للعمل من المنزل شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة